السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا في قناة كراءات وحكايات تقديم العدد السابع من سلسات روايات رجل المستحيل بريق الماس العجوز وضيئة المصابيح الكاشفة القوية لتبدل ظلام الليل وتضيء ممر الهبوط في مطار القاهرة الدولي وظهرت قوات الجيش المصري حول طائرة ركاب ضخمة من طراز البوينج قبعت ساكنة على أرض المطار وقد انتشر حولها جو من التوتر والقلق وفي شرفة المطار وقف رجل هادئ يعقد كفاه خلف ظهره ويراكب الموقف والتفت إليه الرجل الطويل الواقف بيواره وسأله بقلق كادت المهلة تنتهي يا سيدي هل قررت الحكومة الاستسلام لمطالب المختطفين؟ هز الرجل الهادئ رأسه نفيا وقال هذا محال يا سيد منصور لو أننا استسلمنا لكل مختطف يحضر بطائرة إلى هنا لتحول الأمر إلى الفوضى الكاملة ابتلع الرجل الطويل ريقاه وقال ولكن الطائرة تحمل ثلاثة من أنبغ علماء مصر ولقد هدد المختطفون بقتلهم ما لم يتم الإفراج عن زملائهم في 24 ساعة فقط ولم يعد باقيا أمامنا سوى ساعة واحدة ولم تتم محاولة واحدة حتى لإنقاذ ركاب الطائرة ابتسم الرجل الهادئ وقال اطمئني يا سيد منصور ولا تتعجل سيتم كل شيء كما نأمل بإذن الله هز منصور رأسه وقال لست أدري كيف يا سيدي إن هؤلاء الأوغاد يرفضون صعود أكثر من رجل واحد إلى الطائرة مهما كانت الظروف وهم يفتشون هذا الرجل بدقة حتى أنه لا يستطيع إخفاء إبرة دون أن يكشفوها أخبرني بربك كيف يمكن القبض عليهم مع كل هذه الاحتياطات عاد الرجل الهادئ يبتسم ويقول كل شيء ممكن يا سيد منصور فأنت كرجل مدني تجهل الكثير عن إمكانات المخابرات المثرية وكل ما أستطيع قوله الآن هو أن تطمئن عد منصور على شفتيه بيأس ونقل بصره إلى الطائرة وأخذ يتابع الرجل العجوز الذي يصعد في سلمها بصعوبة حاملا حقيبة تحتوي عن المواد الغذائية التي طلبها المختطفون كان الرجل محن الظهر يبدو الإرهاق على وجهه واضحا برغم حمله غير الثقيل ولكن ذلك لم يمنع أحد المختطفين من تفتيشه بدقة وكسوة قبل أن يسمح له بحمل الحقيبة داخل الطائرة دخل العجوز بخطوات بطيئة إلى داخل الطائرة وألقى نظر على ركابها الذين يجلسون برعب على مقاعدهم وقد وقف أحد المختطفين مصوبا إليهم مدفعا رشاشا على حين وقف زميل له في آخر الطائرة ممسكا بمسدس دخل وعلى شفتيه ابتسام التلذز بهذا الفزع الذي يملأ قلوب ركاب الطائرة وانتزع رجل ثالث الحقيبة بقسوة من يد العجوز وصح مناديا زميله الذي يحتل كابينة القيادة قائلا لقد وصلت المواد الغذائية يا بدر وبقى أقل من ساعة على الموعد المحدد ثم دفع العجوز بقسوة هو يقول انصرف أيها العجوز القدر قبل أن أفكر في ضمك إلى الرهائط سقط العجوز على الأرض وتأوه بألم فأطلق الرجل الممسك بالمسدس ضحكة عالية وقال ما رأيك لو أنهين آلامك برصاصة واحدة أيها العجوز زهر الفزع على وجه العجوز وضم كافيه أمام وجهه متوسلا وقال بصوت أقرب إلى البكاء لا يا سيدي رحمك ما أنا إلا عجوز مسكين رحمك أطلق الرجل ضحكة قوية متلذزة وهو يتأمل العجوز الذي اعتمد بساعده على مسند أحد المقاعد وأخذ ينهض بصعوبة ثم تأوه بألم وهو يمسك بقدمه قائلا يا لكهولتي يبدو أن قدمي قد التوت رحمك يا سيدي وخلع العجوز حذاؤه من قدمه اليسرى بطريقة أثارت شفكة الركاب برغم ظروفهم القاسية فصح به الرجل الممسك بالمسدس بقاسوه ارتدي حذائك أيها العجوز القذر وإلا حطمت رأ وفجأة اتسعت عيون الركاب دهشة وانطلقت عدة صيحات فزعة من حناجر النساء وذلك عندما قذف العجوز حذائه بحركة مفاجئة على الرجل الذي يمسك بالمسدس فأطاح به بعيدا وصرخ المختطف وكأن الحذاء مصنوع من الصلم وقبل أن تخفض صيحات الفزع قفز العجوز برشاقة مزهلة ورقل المدفع الرشاش الذي يمسك به أقرب المختطفين إليه ثم وجه إلى فكيه لكمة قوية وغاصت ركبته في معدة الرجل الآخر في نفس اللحظة فأطلق صيحة تأوه عالية ثم سمع الركاب صوت تهشم فكيه عندما أصابته قبدة العجوز وقفز المختطف الرابع من كابينة القيادة مشهرا مدفعه الرشاش ولكنه أطلق صيحة دهشة وفزع عندما جذبته قبدة قوية وشعر بجسده يدور في الهواء ويرتطم بالأرض بقوة ثم تفجرت الدماء من أنفيه السرقلة قوية من قدم العجوز الذي التقط أحد المدافع الرشاشة بخفة وصوابه إلى الرجل الأول الذي كان يحاول الوصول إلى مسدسه ولكنه تخلى عن الفكرة وصاح بفزع وهو يرفع زراع فوق رأسه لا لا لتطلق النار أيها العجوز إنني أستسلم ازدد الزهول للركاب وهم يتأملون هذا العجوز الذي يمسك المدفع الرشاش بقوة وقد انتصبت قامته المنحنية وبدأ قويا صلبا بكسديه الممشوق وكتفيه العريضتين وسمع الجميع صوته وهو يقول بلهجة غلف هارنين ساخر فليطمئن الجميع لقد انتهى الكابوس الطائرة الآن تحت سيطرة المخابرات الحربية المصرية ارتجت الطائرة من صيحات الفزع التي انطلقت من حناجر الركاب وكفز بعضهم يحتضن زوجته أو أبنائه من شدة السعادة فابتسم العجوز ومد يده ينزع تنكره فانطلقت صيحات الدهشة حين وقعت أبصار الركاب على وجهه الوسيم الشاب وتملك أحدهم الحماس فصاح تحيا المخابرات المصرية ردد الجميع هذا الهتاف بحماس وسعادة على حين وضع الرجل الوسيم الأغلال في أيد المختطفين بهدوء واندفع رجال القوات المسلحة إلى داخل الطائرة ليصطحب المختطفين وليعاون الركاب على الهبوط من الطائرة بعد هذه التجربة القاسية وخرج قائد الطائرة ومعاونوه يصافحون الرجل بحرارة وتوقف قائد الطائرة لحظة يتأمل وجه الرجل ثم ابتسم وقال إنني أعرفك أيها الرجل لقد حصلنا صويا على شهادة الطيران أنت تدعى أدهم صبري أليس كذلك؟ ابتسم أدهم وقال بلى يا صديقي ريمون كيف حالك؟ ومن داخل الطائرة أخذ أحد الركاب يتأمل أدهم ثم قال لنفسه أدهم صبري سأحفظ هذا الاسم جيدا فنحن نحتاج إلى رجل مثل رجل قادر على تحقيق المستحيل المرأة الشيطان ترك أدهم باب غرفة مكتب مدير المخابرات الحربية وانتظر حتى سمع صوت المدير يدعوه للدخول ثم دخل بهدوء وأدى التحية وقام إليه رجل قصير ممتلئ كان يجلس على مقعد أمام مكتب المدير فصفحه بحرارة وقال بلغة إسبانية سينيور أدهم صبري تسعودني مقابلتك فمن النادر أن يقابل المرء رجلا مثلك شد أدهم على يد الرجل وقد بدأ التساؤل في عينيه فابتسم المدير المخابرات وقال وهو يشير إلى الرجل القصير وعرفك بالسيد جويس يا أدهم لقد كان على متن الطائرة المختطفة التي توليت أنت أمرها منذ ثلاثة أيام وهو ضابط في المخابرات الإسبانية وتستطيع أن تقول إنه الرجل الثاني فيها ولقد حضر إلى مكتبي خصيصا من أجلك ضاقت حدقة أدهم وهو ينظر إلى رئيسه بتساؤل فابتسم هذا وقال وهو يشير إلى السيد جويس سيشرح لك السيد جويس الأمر بالتفصيل فأنت تجد الإيطالية وهي قريبة جدا من اللغة الإسبانية ثم اعتدل في مقعده وقال وهو يبتسم ولاحظ أن وزير الحربية قد وافق على قيامك بهذه المهم توطيضا للصداقة المصرية الإسبانية جلس أدهم على المقعد المواجه لجويس الذي أشعل سيجاره وقدم لأدهم واحد ولكنه اعتذر مبتسما فأطفأ جويس كتضاحته ونفس دخان سيجارته وقال بالإسبانية لقد بهرني أسلوبك في القفض على مختطف الطائرة يا سينيور أدهم وقررت في تلك اللحظة أنك الرجل الذي سنحتاج إليك بالضبط للقضاء على مهارب الماس الذين يهددون الاقتصاد الإسباني رفع أدم حاجبيه دهشة وقال ولكن يا سينيور جويس أليس هذا الأمر من اختصاص الشرطة الإسبانية؟ هز جويس رأسه بأسه وقال لقد حاولنا كثيرا يا سينيور أدهم حتى أن المخابرات الحربية قد تدخلت بنفسها ولكن هؤلاء المهاربين أسكياء للغاية فهم يغيرون الخطة في كل مرة يغيرون كل شيء وكلما ظننا أننا قد أطبقنا عليهم الفخ نجدهم يتصربون من بين أصابعنا كالذئبك حتى أننا أطلقنا عليهم اسم عصابة الزئبك ابتسم أدهم وقال حتى الزئبك يمكن القبض عليه بداخل وعاء محكم يا سينيور جويس عاد جويس يهز رأسه بأسه قائلا نعم يا سينيور أدهم نعم ولكن القانون يمنع القبض على أي إنسان دون وجود دليل إدانة قوي ونحن نعرف بالضبط اسم زعيمة هذه العصابة ولكننا لم ننجح في الإقع بها طوال ثلاث سنوات كاملة ابتسم أدهم ساخرا وقال ألم تنجح المخابرات الإسبانية في الإقع بإمرأة طوال ثلاث سنوات ظهر بعض الضيق على وجه جويس وهو يقول إنها إمرأة تشريحيا فقط يا سينيور أدهم ولكنها تفوق أكثر الرجال شراسة وصلابة إنها أكثر صلابة من الماسة الذي تكون بتهريبه وهي تحمل عقلا يفوق عقل أينشتاين والأخطر من ذلك أنها تحمل لقب بارونا رفع أدهم حاجبيه وابتسم قائلا بارونا لابد أنها تتحلى بالماس من رأسها حتى أخمص قدميها قطب جويس حاجبيه وقال اسمع يا سينيور أدهم يقولون في بلادنا لابد من الزئاب لمحاربة الزئاب ولذا وقع اختياري عليك لمجابهة هذه الشيطان فهل أنت مستعد لذلك؟ ابتسم أدهم وقال بالطبع يا سيد لقد أسلت لعابي وأنت تصف هذه المرأة بالشيطان ولكن سأل جويس بلهفة ولكن ماذا يا سينيور أدهم هز أدهم كتفيه وقال ولكنني سأصطحف زميلة لي أشحى جويس بزراعي وقائلا لن يسألك أحد عما تفعله يا سينيور أدهم المهم هو النتائج وما أن انصرف أدهم بعد قليل حتى التفت جويس إلى مدير المخابرات وسأله هل تظن أنه سوف ابتسم مدير المخابرات بثقة وقال اعتبر الأمر منتهيا يا سينيور جويس فلم نطلق على أدهم صبري عبسا لقب رجل المستحيل المعركة الأولى تطلعت مونة من خلال نافذة المنزل الصغير المطل على شاطئ البحر المتوسط في مدينة إليكانتي وتأملت مشهد شروق الشمس الجميل ثم التفتت إلى أدهم وابتسمت وهي تتطلع إلى وجهه الذي تحول بفعل مهاراته الفائقة في التنكر إلى وجه أصمر البشرة مطلق اللحية مدبب الشارب واختفت عينها خلف منظار طبي صغير هزت هنا كتفيها تعجوا من هذا التحول العجيب وقالت يتملكني العجب دائما يا سيادة المقدم وذلك عندما أراك متركرا حتى أنني أتساءل في بعض الأحيان كيف يبدو وجهك الحقيقي ابتسم أدهم وتناول ستراته وهو يقول المهم أن يخدع تنقري هذا دن ماريا يا عزيزتي ضحكت مونة وقالت هذا التنقر قادر على خداع مدير مخابرتنا نفسه يا سيدي تأكد أدهم من حشو مسدسه ثم دسه في جيب معطفه وقال والآن هل لك أن ترددي على مسامع ما سبقا أخبرتك به بشأن دن ماريا؟ قامت مونة بحركة تدل على الملل ثم قالت دن ماريا هي بارونا إسباني تبلغ من العمر 37 عاما وهي أرملة الزعيم السابق لعصابة الزعب وترأس العصابة في الوقت الحالي وتمتلك قصرا منيفا هنا في أليكانتي يحيط به الحرس المسلح طوال الوقت كما تمتلك جريدة يومية ومصنع أحزية وعدة شركات مختلفة التخصصات افتسم أدهم وقال وهي شيطانة لها نعومة الأفعى وخبص السعلب وشراسة الزعب والتطمنى شفتيها وقالت إنك تسير الرقفة في أوصال بهذا الوصف يا سيدي تجهل أدهم العبارة وقال المهم أنها تخرج للتنزه بصحب الثلاثة من الحراس الأشداء في السابعة من صباح كل يوم وسنحاول الوصول إليها في هذا الوقت فهذه هي الفرصة الوحيدة لمقابلة دون مارية ظهر شبح ابتسام على وجه مونة وهي تقول وماذا لو أن هذا لم يعجب حراسها الثلاثة هز أدهم كتفيه وقال ببساطة سيكون هذا من سوء حظهم أسرع رجل ضخم يفتح بوابط القصر المعدنية ثم انحنى ليقبل أنامل دون مارية باحترام وتوقير وأسرع آخر يشع سيجارتها التي تتعلق في مبسم طويل تستقر بين شبهتيها وبخطواتها دئة واثقة خطوات ملكة عبرت دون مارية بوابة القصر وأخذت تسير بتمهل في الطريق الطويل الممهد أمامها وخلفها ثلاثة رجال أشداء تدور عيونهم في كل مكان وقد استقرت أيديهم خلف ستراتهم ممسكة بأسلحتهم المستعدة للإطلاق وظل الأمر هادئا حتى منحنى الطريق عندما توقفت دون مارية فجأة وظهر على وجهها لإمتعاد كانت هناك سيارة صغيرة تسد الطريق وقد انحنى عليها شاب أصمر البشرة ممسكا بقالة تصوير صغيرة وبجواره فتاة جميلة ترتكن باسترخاء على السيارة وابتسم الشاب وهو يتطلع إلى دون مارية وقال رباه يا له من جمال غجري فتاء هل تسمحين بالتقاط صورتك أيها الأميرة الغجرية مطت دون شفتيها بشمئزاز على حين قال أحد حراسيها بصوت أجاش ابتعد بسيارتك عن الطريق أيها الرجل هز الشاب رأسه بعناد وقال ليس قبل أن ألتقت صورة لهذه القاطع حارس آخر قائلا بوعيد أفسح الطريق أيها الوغد قبل أن أحطم رأسك ضم الشاب بسعديه أمام صدره وقال بتحدي هكذا وكيف ستفعل ذلك أيها المغرور تدخلت مونة متظاهرة بالخوف وأمسكت بذراع أدهم وقالت دعنا نبتعد يا خوليو ولا دع لإصارة المشاكل أزح أدهم يدها بهدوء وقال وهو يحضق في عيون الحراسي الثلاثة بتحدي لا يا عزيزتي لابد أن ألقن هذا المغرور درسا وهنا تكلمت دن ماريا بصوت رقيق لا يتناسب مع شخصيتها القوية فقالت من الأفضل أن تستمع لرأي صديقتك أيها الرجل وإلا أجهدتها بحمل أشلائك وكأن هذه العبارة تحمل تصريحا للحراس فقد تحركوا فور سماعيهم صوت أدهم وقد قفز الشر من عيونهم تراجع أدم خطوة إلى الوراء وقال وهو يمد زراعه أمام وجهه لا هذا ليس عدلا سلاسة رجال ضدي وفجأة خيل للرجال السلاسة كأن أصار مدمرا قد هب فجأة أو أن بركانا قد انفجر في وجوههم وبطونهم فقد تحركت قبضتها أدهم في آن واحد وسمعت دن صوت تهشم أسنان أحد حراسيها مختلطا بتأوه مؤلم وحشرج خشنة من حنجرة الحارس الثاني وخيل للحارس الثالث أن السماء قد انقضت على معدته فانتزعتها ثم ارتج جسده بقوة عندما ارتطمت قبضة حديدية بفكة وقبل أن يزول زهول الحراس الثلاثة شعر أحدهم بجسده يرتفع في الهواء ثم يطير وارتطم بزميليه وقبل أن يفقد الوعي سمع صوت سخرا يقول بلهجة تهكمية ألم أكل لكم؟ ليس من العدل أن يهاجمني ثلاثة رجال فقط ولكن أدهم التفت فجأة عندما سمع صوت دن ماريا الهادئ وهي تقول هذا رائع يهار رجل لقد تغلبت على أقوى ثلاثة رجال في أسبانيا بأكملها دوقت حدقتها أدهم عندما رأى دن وهي تبتسم ابتسامة هادئة وقد أمسكت بمبسامها بأنامل يدها اليسرى وأمسكت في يدها اليمنى مسد صغير تصوّبه لرأس مونة وسمعها تقول بصوتها الرقيق ولكنك لست أسرع من دن ماريا أيها الرجل والآن ارفع زراعيك فوق رأسك وإلا حولت رأس صديقتك إلى مجموعة من الشزايا الصغيرة المختلطة بالدماء جلست دن ماريا على مقعة ضخم يشبه العرش الملكي في نهاية بهوها الضخم ووضعت إحدى ساقية فوق الأخرى وأسرع أحد رجالها يشعل سجارتها ثم يبتعد إلى مكانه وهي تنفس الدخان في الهواء وتتأمل أدهم ومنى وسرعان ما افتر صغرها عن اكتسامة مغرورة وهي تقول إذن فأنت تدعى خليو أيها الرجل نفس اسم المغني الشهية وصديقتك إنجليزية تدعى إليزابس أما زلت مصيرا على أنك تعمل مصورا فوتوغرافيا اكتسم أدهم اكتسامة ساخرة وقال غير مبالي برجال دن الذين يحطون به رفعت دن أحد حاجبها الكثيفين وقالت وكيف يمتلك مصور فوتوغرافي مثل هذه العضلات المفتولة ومثل هذا الاسلوب الرائع في الكتال إنك تهين ذكاء دن مارية أيها الرجل عملك هذا لا يقوم به إلا محترف ضحك أدهم دحكة مملوئة بالتهكم وقال أليس من حق المصورين ممارسة رياضة القراتي؟ ضحكت دن دحكة رقيقة غير مناسبة للموقف وقالت بلى ولكن هذا الاسلوب الكتالي الذي استخدمته هو خليط من رياضات الجودو والقراتي والتايكوندو بالإضافة إلى سرعة استجابة لا تتوفر إلا محترف والآن ما الحقيقة إيها الرجل؟ قطت منا وجهها بكافيها وتظهرت بالانهيار وهي تقول بصوت بك لا فائدة يا خليو سأخبرها أنا بالحقيقة سأخبرها حتى ينتهي هذا الكبوس تظهر أدهم بالتردد لحظة ثم قال بلهجة نجح فيه أن يصبغها بالاستسلام حسن يا عزيزتي إليزابيس ولكن صحت منا متظاهرة بالغضب ولكن ماذا يا خليو؟ هل تخشى أن يبلغ الشرطة؟ ألس ترى تلك الأسلحة التي يحملونها؟ ضحكت دونة وقالت بهدوء وهي تنفس دخان سجارتها؟ استمع إليها يا خليو صديقتك من الزكاء حتى أنها لاحظت أننا لست من النوع الذي يرغب في تدخل الشرطة قطب أدهم حاجبيه وتلفت حوله يتأمل رجال دونة الذين يمسكون بالمدافع الرشاشة على استعداد لإطلاقها في أي لحظة ثم ابتسم وواجه دونة قائلا نعم أيها الغاجرية الفاتنة من الواضح أننا من نفس الفريق ثم نصب قامته وعقد ساعديه أمام صدره وقال بصوت ساخر مخيف من العجيب أنكم لا تعرفون خليو لس الخزائن الأول في إسبانيا قطبت دونة حاجبيه وضاقت حتقطيها على حين ظهر الشك واضحا في عيون رجاليها وخيم الصمت التام إلى أن قطعه شاب بوسيم قائلا وهو يشير إلى أدهم أنت كاذب أيها الرجل لقد رأيت بالأمس صورة خليو في مركز الشرطة وأنت لا تشبهه على الإطلاق ضحك أدهم ضحك مجلجلة مليئة بالتهكم السخرية ثم قال وهل تظن أن نسأت أجول بحرية إذا ما حملت وجه الحقيقة أيها الغبي وأعقب هذا بأنقذف بالمنظار الطبي بعيدا وانتزع اللحية المستعارة والشارب المدبك وابتسم وهو ينظر إلى الدهشة التي تفجرت في عين دونة وعيون رجالها ثم قال والآن أريد لترا من الماء العادي مخروطا بربع لتر من القحول المركز لأزيل هذا اللون الأصمر من بشرتي نفثت دونة دخان سجارتها ببرود وقالت محدثة الشاب بالوسيم الذي يقف بجوارها لست أدري سبب رفتك قراري هذا يا بدرو فرق الشاب كافي بعصبية واضحة وقال ليس هذا شعوري وحدي يا دونة إنه شعور الرجال جميع كيف تقررين بهذه السرعة انضمام لس الخزائن هذا إلى عصابتنا ماذا لو أن هذا الأمر مجرد خدعة زكية ابتسمت دونة ورفعت أحد حاجبي وهي تقول لن يخدعني رجل مهما بلغ زكاؤه يا بدرو قطب بدرو حاجبيه بضيق وقال وبما يفيدانا لس خزائن يا دونة إن عملنا لا يتصل بهذا من قريب أو بعيد أسنان الدونة زقناها على راحتها وقالت هذا الرجل نادر الوجود يا بدرو إنه رجل بكل ما في الكلمة من معاني ومجرد وجوده ضمن أفراد عصابتنا يزيدها قوة عاد بدرو يفرق أصابعه بعصابية وهو يقول دونة أنت تعلمين جيدا أنني أهتم بك منذ فترة طويلة و قطعته دونة بدحكة ساخرة وقالت هل تهتم بي حقا يا بدرو؟ أم أنك تسعى لزعامة عصابة الزئبك؟ انتفذ بدرو كمان لدغته عقرب وصاح هل تشكين في إخلاصي يا مارية؟ قطبت دونة حاجبيها وقالت بقصوة دونة مارية أيها الوغد لا تنس أبدا أنني زعمتك وأنني أحمل لقاب برونا وإلا ذكرتك بهذا بطريقة لن تروك لك ارتعد جسد بدرو على حين أرضفت دونة قائلة بنفس اللهجة القاسية ثم إنني لا أسمح لأحد بمناقشة قراري أو معارضته سيعمل خليو معنا برغم أن في الجميع ثم ارتسمت على شفتيها ابتسامة ماكرة وهي تقول ولكن هذا لا يمنع من اختبار السينيور خوليو للتأكد من صدق رواياته ومدى إخلاصه لدونة مارية وويل له إن أخفق مفاجأة فوق اليخت مالت مونة على أدهم وهمست في أذنه بصوت خافت الخطة تسير على ما يرم حتى الآن يا سيادة المقدم أو ما أدهم برأسي إجابا وقال نعم يا عزيزتي ولكنهم سيحاولون اختباري أولا سألته مونة باهتمام ومتى سيكون ذلك في ظنك أجبها أدهم قريبا جدا يا عزيزتي وجاءهما صوت دونة وهي تقول بخبص هل قطعت حديثا عاطفيا أم حوارا عمليا ابتسم أدهم وقال مرحبا يا دونة إنك تتحركين بخفة النمر حتى أنني لم أنتبه إلى وصولك إلا حينما سمعت صوتك ابتسمت دونة بفخر وغرور ثم جلست على أقرب مقعد لها ووضعت ساقا فوق الأخرى ثم وضعت سيجارة في مبسمها وأمسكت به بين أسنانها وأشارت الأدهم قائلة أشعل هذه السجارة يا خليو ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتي أدهم وعقد ساعديه أم صدره وقال بتهكم آسف يا دونة ماري لست أجد هذا العمل ويمكنك استدعى أحد هؤلاء الخنازير من الخارج ليشعل سجارتك ثم إنني لا أدخن ولا أحمل ثقابا رفعت دونة حاجبيها دهشة ثم ابتسمت بخبص وقالت أنت أجرأ مما تصوعت يا سينيور خليو ثم أشعلت سيجارتها بنفسيها وقالت دعنا من هذا ستصل إلينا اليوم شحنة من الماس واردة من القنغ رأسا وستتولى أن تتسلمها يا خليو وستقوم بنقلها إلى مخزن مصنع الأحزية الذي أملكه هل أنت مستعد لذلك؟ هز أدهم كتفيه وقال ببساطة بالطبع يا دونة متى وأين؟ ابتسمت دونة ابتسامة غامضة وقالت في منتصف الليل تماما يا خليو على الشاطئ المواجه للقصر رفعت منحة جبيها دهشة على حين أطلق أدهم صفيرا قصيرا وابتسم قائلا فكرة زكية يا دونة لنتصور أحد أن تكون بهذه الجرأة هذا بالفعل آخر مكان يبحث فيه رجال الشرط ابتسمت دونة وهي تنفذ نخان سجارتها ثم قالت بخبص وبالمناسبة أنا أحتاج إلى مهارتك بشأن خزانة خاصة أمتلكها حديثا ونسيت أرقامها السري يمكنني الانتظار بالطبع حتى ترسل إلي شركة الخزائن بالرقم السري ولكنني أحتاج إلى بعض الوثائق من داخلها هذه الليلة قبل وصول شحن تلميس ابتسم أدهم وقال دعينا نراها أولا يا دونة وبعد دقائق كان أدهم يقف أمام خزانة صغيرة من النوع المثبت بداخل الحاط وبجواره وقفت دونة مارية تدخن سجارتها بتلزز وتراقب ملامح أدهم بتمعهم على حين حاولت مونة تظاهر بالهدوء والسيطرة على ارتجاف جسدها وهي تتأمى رجال دونة الذين يكوفون بتحفظ وبهدوء قال أدهم أعتقد أن هذا النوع من الخزائن يزود عادة بجهاز إنذار دقيق يا دونة كما أن أرقامه السرية من النوع المعقد الذي قد عطت دونة قائلة برقة هل تقصد أنك لا تستطيع فتحها يا خليو؟ ابتسم أدهم بسخرياته المعهودة وقال لا بأس من المحاولة يا غاجريات الفاتنة واحتبست أنفاس مونة عندما أخذ أدهم يتحسس الخزانة الصغيرة بأناميلة ثم أمسك بحلقة الأرقام وألسق أذنه بالخزانة وأخذ يدير الحلقة بهدوء نظرت مونة إلى وجه دونة وأدهشتها تلك الابتسام الرقيق المرتسم على شفتيها وسألت نفسها كيف تمتلك امرأة لها مثل هذا الصوت الرقيق والابتسام الحانية قلبا من الصخر كيف تمتلك امرأة بهذا الجمال كل هذه القصوى المتوحشة؟ وفجأة ارتجف قلب مونة وكادت تقفز فرحا عندما سمعت صوت تكة خافتة أعقبها صوت أدهم يقول ببساطة ها هي زية دونة لقد عطلت عمل جهاز الإنذار ولا تنسي الأرقام مرة أخرى ابتسمت دونة ابتسامة رقيقة وقالت لأدهم رائع يا خليو أنت حقا أبرع لس خزائن رأيته حتى الآن عليك بالاستعداد للذهاب فقد اقترب معد وصول شحن تلمس عندما أعلنت الساعة منتصف الليل تماما أضاء مصباح صغير من وسط البحر وأجابه أدهم بإضاءة مصباحه وإدفائه مرتين متعاقبتين ثم التفت إلى أحد الرجال بقربيه وقال استقل الزورك سنذهب لإحضار الشحنة انطلق الزورك الذي يحمل أدهم ورجلين من رجال دونة نحو اليخت الذي يحمل الشحنة ومع أن وصلوا إليه حتى قال أدهم للرجل الذي يقف فوق اليخت مصباحك يبرق وسط البحر يا صاح أجابه الرجل بهدوء ولكن ليس كبرك الماس يا صديقي كانت هذه العبارات المتبادلة هي كلمة السر كما أخبرته بها دونة ولذا صعد أدهم فور سمعها إلى سطح اليخت وتبعه الرجلين ومع أن استقر الجميع فوق السطح حتى أخرج قائد اليخت مسدسا ضخما صوبه إلى أدهم وقال لقد انكشف أمرك أيها الضابة ولن تفلت من يدنا أبدا ولن تجد حتى الوقت الكافي لتندم على محاولة تخدع دونة ماري رسالة إلى إيطاليا لم يكد الرجل ينهي عبارته حتى تحركت قدم أدهم كالمتراكة لتتيح بالمسدس الذي يمسك به ثم عادت إلى الوراء لتركل أحد الرجلين خلفه ثم ظهر على قدم واحدة كراكس الباليه وسدد لك مقاصية إلى أنف الرجل الآخر بيمناء ثم قفز علي يتفادى قبضة رجل اليخت الذي اختل توازنه عندما طاشت قبضته ولكنه لم يسقط إلى الأمام كما توقع بل إلى الخلف بعد أن أصيب فكه أنفه بعدة لكمات قوية متتالية وعندما رفع رأسه وفتح عينيه كان أدهم يصوب إليه مسدس وهو يقول بغضب هل أصابكم الجنون؟ أي خدع هذه التي تتحدثون عنها؟ نهض قائد اليخت مترنحا وحاول إيقاف النازيف المنهامر من أنفه وقاله هو يشيح بزراعي غاضبا إنها خدت دن ماريا يا سينيور لقد حاولنا إيهامك أننا نعلم شيئا ما حتى تعترف لو أنك أحد رجال الشرطة أطلق أدهم ضحك ساخرة عالية ثم قزف بمسدس إلى الرجل وقال يا لها من امرأة دن ماريا هذه إنها أفعى ناعمة حسنا دعنا من هذه الحماقات ولنعمل على نقل شحن تلماس ضحكت دن ماريا ضحكتها الناعمة الرقيقة وقالت وهي تتأمل أدهم بإعجاب لا دعي للغضب يا عزيزي خليو كان لابد من هذا الاختبار قبل أن أسمح لك بنقل شحن تلماس هز أدهم كتفيه وقال لم يغضبني ذلك يا دن ولكنني أخشى أن يفقد رجالك كلهم أسنانهم قبل أن أحصل على ثقتك الكاملة عادت دن تضحك وقالت لم تعد هناك حاجة لذلك يا خليو لقد حصلت على ثقتي وإعجابي وبعد قليل وفي غرفتهما سألت مونة أدهم كيف توصلت إلى أن الأمر كله مجرد خدعة يا سيادة المقدم ابتسم أدهم وقال هو يسترخي بكسديه فوق مقعد وثير لأنه من المستحيل أن تتوصل دن مارية إلى حقيقة أمرنا بهذه البساطة يا عزيزتي لأنها لابد أن تتوصل أولا إلى أننا مصريان ولقد عجزت عن كشف أمري برغم أنني لا أتحدث الأسبانية الصرفة وهذا هو السبب الذي دعاني للقول إنك إنجليزية يا عزيزتي حتى لا يفضحك دعف لغتك الأسبانية ابتسمت مونة بخجل وقالت ما رأيك لو أننا أبلغنا الشرطة بوجود الماس المهرب في مصنع الأحزية الذي تملكه دن سيقطحمون المكان ويجدون الماس ويقعون بها ضحك أدهم دحكة ساخرة وقال إنك تبخسين دن مارية قدرها يا عزيزتي هذا ما تنتظره هي بالضبط سمعتدل وقال بجدية لو أن رجال الشرطة الإسبانية داهموا المصنع ما وجدوا سوى بعض القطع المستخدمة في تزين الأحزين قطبت مونة حاجبيها وقالت هل تعني أن ما نقلتموه الليلة ليس إلا قاطعها أتهم قائلا بتهكم بالطبع يا عزيزتي اختبار جديد من دن مارية فلو أن الشرطة داهمت المصنع لأثبت هذا انتماءنا للأمن وفي نفس الوقت لا تخسر دن شيئا هل رأيت كم هي خبيثة هذه الأفعى النعمة؟ نفست دن مارية دخان سيجارتها بغضب وقالت بلهجة قاسية وهي تنظر إلى بيدرو سبق أن طلبت منك عدم التدخل فيما أتخذوه من قرارات يا بيدرو درب بيدرو راحته بقبضته اليمنى وقال بعصبية هذا الرجل ليس إسبانيا يا مارية فليقطع الذراعي إن لم يكن كذلك إنه يتحدث الإسبانية بلهجة أقرب إلى الإيطالية وهذا ما لا يفعله سوى أجنبي عزيزتي كتبت دن حاجبيها وجذبت نفثا طويلا من سيجارتها ثم نفست الدخان بعصبية وقالت ربما كان من برشلونة يا بيدرو إنهم يتحدثون هناك بلهجة تشبه الإيطالية هزى بيدرو رأسه بقوة نفيا وقال بنفس اللهجة العصبية لا يا مارية أنا نفسي من برشلونة ولكن هذا الرجل يتحدث بلهجة مختلفة صدقيني يا عزيزتي من المستحيل أن يكون هذا الرجل إسبانيا هزت دن رأسها بضيق وقالت سيكون هذا مؤسفا يا بيدرو فهذا الرجل من الطراز الذي يعجبني رفع بيدرو حاجبيه مندهشا وصاحا مستنكرا مارية ماذا تقولين نظرت دن في عينيه بتحدي وقالت أقول إنني لو قررت الزواج يوما ما فلن أتزوج رجلا مثلك يا بيدرو بل رجلا مثله رجلا يصير الخوف في نفسي للعكس ثم تحولت لهجتها إلى القصوة وهي تقول ثم إنني سأقطع لسانك في المرة القادمة إن لم تخاطبني باسم دن مارية شحب وجه بيدرو وعجز عن النطق على حين تابعت دن القائلة بهدوء وعموما سأرسل سورة خليو إلى صديق لي في إيطاليا صديق له وزنه هناك دون مايكل ولا ريب أنك تعرفه إنه الأب الروحي للمافيا هناك وهو الشخص الوحيد الذي يستطيع إفادتي بحقيقة صديقنا خليو لو أنه من أصل إيطالي انتقام الأفعى وضعت مونة يدها برقع على كتف أدهم وسألته بصوت خافت هل هناك ما يشغل بالك يا سيدي؟ إنك تتطلع من النافذة منذ أكثر من ساعة أجبها أدهم دون أن يستدير إليها؟ يبدو أنهم يستعدون للاحتفال بمناسبة ما أيتها الملازم اقتربت مونة من النافذة وتأملت رجال دون مارية الذين يتحركون بنشاط في أرجاء حديقة القصر يعلقون الزينات والأضواء الملونة وبعضهم يقوم بنصب منصة صغيرة وتثبيت بعض مكبرات الصوت فوقها وسمعت مونة أدهم يتمتم بلهجاته الساخرة أراهن أن الماس المهرب سيصل الليل التفتت مونة إليه وسألته بدهشة كيف تبزم بذلك يا سيدي؟ هز أدهم كتفيه وقال مجرد تخمين يا صغيرتي فالحفل مكان مناسب جدا يضيع وسط بريق أضوائه بريق ألاف الماسات السمينة وفي هذه اللحظة سمع الإثنان صوت طرقات رقيقة على باب الحجرة فقال أدهم بالإسبانية يمكنك الدخول يا دون مارية دفعت دون الباب ودخلت إلى الحجرة وهي تبتسم قائلة لمحة جديدة من لمحات زكائك يا سونيور خوليو ابتسم أدهم بتهكم وقال لا أظن أحدا من خنازيرك هؤلاء يستطيع ترك الباب بهذه الرقة يا دون دحكت دون دحكتها الرقيقة التي تصير الدهشة وقالت أعتقد أنك لن تشاركنا حفل الليلة يا سونيور خوليو فسوف تذهب إلى البحر في مهمة حقيقية هذه المرة ابتسمت مونة وقالت لن أدعك تذهب وحدك هذه المرة يا خوليو سأرافقك حتى لو ذهبت إلى الجحيم ضحكت دون نفس الدحكة الرقيقة وقالت هذا العمل لا يناسب فتاة رقيقة مثلك يا عزيزتي إليزابيس نظرت إليها مونة بتحدي وقالت وهل يناسب امرأة نعمة مثلك يا دون ماريا ضحكت دون وقالت سنناقش هذا الأمر في أثناء تناولنا الشاي في الحديقة يا عزيزتي إليزابيس جلس أدهم ومونة حول المائدة الصغيرة الأنيقة في حديقة قصر دون ماريا وبجوارهما جلست دون وبدرو وكانت دون تقول بابتسامة رقيقة ما زلت أسر على أن هذا العمل لا يناسبك يا عزيزتي سيذهب خوليو وحده لتسلم الشحنة وستبقين هنا في ديافتي حتى يحضر قطب أدم حاجبيه وقال هل يعد هذا نوعا من الضمان يا دون ضحكت دون دحكتها الرقيقة وقالت ليس بالضبط يا خوليو ولكن إليزابيس ستظل في ديافتي حتى يصل الماس إلى هنا رفع أدم حاجبيه وقال وهل ستحضرين الماس إلى قصرك يا دون ابتسمت دون ابتسمة خبيصة وقالت لدقائك معدودة يا خوليو حيث يتسلمه السنيور كخطة ليقوم بسقله وطرحيه في الأسواق ابتسم أدهم وقال وسيتم كل هذا وسط الحفل الذي سيقوم الليلة يا دون أليس كذلك؟ أطلقت دون دحكة ناعمة قصيرة وقالت بلى يا عزيزي خوليو فهذا الحفل يقام بمناسبة تبرع لإقامة مكتبة عامة في أليكانتي وسيحضره الحاكم المحلي ومدير الشرطة وكل الشخصيات الهامة في المدينة هل هناك وقت أنسب من ذلك النقل وتسليم حقيبة صغيرة تحتوي على عشرة كيلو جرامات من الماس الخام؟ استند أدهم إلى ظهر مقعدي وقال يا لك من داهية يا دون إنها خطة عبقرية بلا شك ضحكت دون بفخر وغرور في نفس اللحظة التي اقترب فيها أحد رجالها وهو يحمل هاتفا لاسلكيا وقال مكالمة هامة يا دون وعجلة تناولت دون ماريا الهاتف بحركة رشيقة وضعته على أذنها وسرعان ما ضاقت حدقتها والتمعت عيناها الخضروان ببريق شرس وتلعبت فوق شفتيها ابتسامة متوحشة ورفعت منا حاجبيها دهشة فقد تحولت ملامح دون الجميلة إلى وجه الشيطاني مرعب وتفت طبيعتها القاسية لتغطي ذلك القناع الرقيق الزائف حتى أن رعدة صرت في جسد منا وتوجست شرا ولكن وجه دون استعاد بسرعة ملامحه الرقيقة وهي تناول الهاتف لرجلها وتعبس في حقيبتها الصغيرة قائلة معذرة لقد كانت هذه المكالمة مفاجأة غير متوقعة وبغت شهرت مسدسها الصغير في وجه أدهم ومنا وقالت بقصوة شرسة لقد داهم رجال الشرطة مصنعي الصغير يا سينيور خوليو لقد كشفت أمرك بهذه الخطوة الغبية ارتجف جسد منا وتشبست بذراع أدهم الذي قال بغضب واضح وهل تظنين أنني أبلغت الشرطة يا دونة؟ يا لك من حمقاء وهل أبلغ الشرطة عن شحنة من أدوات الزينة؟ ظهرت الدهشة على وجه دونة على حين قفز بيدرو وقفا وشهر مسدسه في وجه أدهم وصاحب شراسة سأقتلك أيها الوغد الخائن من أجل قطعته دونة بلهجة حازمة وهي تشير إلى رجالها الذين شهروا أسلحتهم بالتريص وقالت سهيا بادرو وقالت سهيا بادرو كيف علمت بأمر الشحنة يا خليو؟ كيف علمت أنها ليست ماسا؟ قال أدهم وهو يشيح بذراعه غضبا وهل معرفت محتوى صندوق صغير من الكارتون أمر عسير على لس خزائن عبقري مثلي يا دونة؟ قطبت دونة حاجبيها وقالت وهي تدعب أنفه الصغير بأناملها؟ هذا صحيح ومن الطبيعة لا تقوم بإبلاغ الشرطة في هذه الحالة حتى لو كنت واحدا منهم فهذا سيصير الشك حولك ولكن الشرطة داهمة المصنع ولابد أن أحدا قد أخبرهم بالأمر قال أدهم وهو يرمج بيدرو بنظرة نارية؟ نعم يا دونة لقد أخبرهم شخص يريد إبعادي عن طريقه شخص يصير وجودي حقده التفتت دونة إلى بيدرو الذي شحب وجهه عندما رأى ابتساماتها الرقيقة وصاح ماريا لا يمكنك أن تشكي في أمري ابتسأت ماريا وقالت بهدوء ولما لا يا عزيزي بيدرو؟ إنه أسلوبك التقليدي فأنت تعلم أن مدهمة الشرطة للمصنع لن تسفر عن نتائج سيئة ولكنها ستزهر خليه بمظهر الخام وستزيحه من طريق منافسة لك إنها خطة ذاكية يا بيدرو أهنك فرت الدماء من وجه بيدرو وارتعدت فرائسه حتى أن مسدسه سقط من يده وهو يقول لا يا ماريا لا لن تقتلني من أجل ذلك إنما فعلته من أجلك حتى لا يخدعك هذا الخائن وبإشارة رقيقة من يد دونة أحاط رجالها بيدرو وقالت هي بهدوء لن أقتلك يا عزيزي بيدرو ولكنني حذرتك من قبل أن تناديني بإسم ماريا مجردا ثم ضحكت ضحكة مراهبة وقالت نعم يا عزيزي بيدرو لن أقتلك ولكنني سأمنعك من التحدث مرة ثانية مع رجال الشرطة سأقطع لسانك الذي وشى بنا ومن المؤسف أنك لن تتمتع برؤية الألعاب النارية الملونة هذه الليلة فسأنتزع عينيك قبل ذلك ضغط أدهم على أسناني يشمئ زازا وارتعد جسد مونة عندما أطلق بيدرو صيحة رعبة عالية متوسلة على حين انطلقت دونة تضحك ضحكتها الرقيق النعمة شحنة الموت تلقلقت الأضواء في حديقة قصر دونة مارية وامتلقت برجال ونساء المجتمع في أليكانتي وأخذت هي تنتقل بين المدعوين وهي توزع ابتسامتها الرقيقة وعباراتها المهذبة على الجميع وأسرعت تسافح الحاكم المحلي ومدير الشرطة وقدمت إليهما مونة قائلة السينيورة إليزابيس صديقة إنجليزية يا سيد الحاكم ويا سيدي مدير الشرطة إنها تقيم هنا في إجازة قصيرة صافح كل منهما مونة باحترام وتمني لها قضاء إجازة سعيدة في أليكانتي وفي نفس اللحظة صافحت دونة رجلا قصيرا يبدو المقر على ملامحي واضحا وهي تقول مرحبا يا سينيور كيخوتا كم أنا سعيدة لوجودك بيننا الليلة إن حانا كيخوتا يقبل أنام الدونة قائلا أما أنا فيسعدني وجودك بجواري دائما يا دونة ماريا وفي نفس اللحظة جاء أحد رجال دونة وهمس قائلا مكالمة من إيطاليا يا دونة دون مايكل شخصيا تنبهت مونة عندما وصل إلى سماها اسم دون مايكل زعيم المافيا الشهير فاعتزرت بروكا من الحاكم المحلية ومدير الشرطة وتبعت دونة خفية إلى داخل القصر أمسكت دونة بسماعة الهاتف وقالت بلهجتها الرقيقة مرحبا يا دون مدت فترة طويلة منذ استمعت لصوتك لآخر مرة قال دون مايكل باهتمام وقلك متجاهلا عبارات المجاملة التقليدية استمعي إلي جيدا يا دونة ماريا هذا الرجل الذي أرسلت صورته لا يدعى خليو ولم يدعى يوما بهذا الاسم قطبت دونة حاجبيها وقالت بقلق من هو إذن يا دون؟ هل يمثل خطرا؟ فجر دون مايكل كومبلته قائلا إنه أخطر ما يمكن أن تتصور يا دونة هذا الشاب ليس إيطاليا إنه مصري ضابط مخابرات مصري يسمونه ناك أدهن صبري ولكننا نطلق عليه إسم الشيطان رفعت دونة حاجبيه دهشة وذهولة وتمتمت بصوت خافض يا للشيطان ضابط مخابرات مصري ومشان المخابرات المصرية بعملنا قال دون مايكل بقلق لا استأدري يا دونة حقيقة لا استأدري ربما استعانت به المخابرات الإسبانية فهذا الرجل أكثر مهارة من الشياطين أنفسهم خذي حذرك يا دون قال الدونة بغضب قبل أن تدع السماعة حتى الشياطين لا يمكنهم هزيم الدونة مارية يا دون ثم أشعلت سيجارتها بعصبية وهي تقول إذن فصديقنا خليه وضابط مخابرات مصري متطفل لابد أن زميلته إليزابيس هذه هي الأخرى وصحة تنادي أحد رجاليها الذي هرول باتجاهها فقالت بلهجة آمرة أحضر تلك الفتاة الإنجليزية في الحال إلى هنا ابتسم الرجل وقال لقد قبضنا عليها بالفعل يا دونة فرقد أصارت شكوكنا عندما وجدناها تتبعك خفية ضحكت دونة ضحكتها الرقيقة المرعبة وقالت حسنا فعلتم دعوها مقيدة في قبو القصر حتى ينتهي الحفل وسيكبرها على الاعتراف بكل ما حدث لها منذ ولادتها أما أنت فاتصل بكبتان اليخت وأخبره بهذه الرسالة التي سأمليها عليك ثم نفست دخان سجارتها وابتسمت بشراسة وهي تقول ويل لك أيها الشيطان المصري ستقابل اليوم من هو أكثر شراسة من مخابراتكم بأكملها تحركت دورك البخاري الذي يحمل أدهم وسلاسة من رجال دونة نحو اليخت الصغير الذي يقبع ساكنا وسط مياه البحر وقال أحد الرجال وهو يشير إليه من هذا اليخت ستنطلق الألعاب النارية يا رفاق ابتسم أدهم وقال ولن يتصور أحد طبعا أن هذه الألعاب النارية تخفي بضوئها باريك الماس ضحك الرجال السلاسة وقال أحدهم هذا يرجع إلى الزكاء دونة ماريا الجبار إنها عبقرية توقفت دورك البخاري بجوار اليخت وصاح أدهم قائلا هل ستضيء هذه الألعاب النارية الليلة يا صاح أجابه صوت أجش من سطح اليخت قائلا نعم يا صديقي سيكون لها باريك يخت في الأبصار اتسم أدهم وأسرع تسلق سلم اليخت وهو يقول ولكنه ليس كباريك الماس وصفح الرجل الضخم الذي يقف على سطح اليخت وسأله هل أحضرت مشحنا أشار الرجل إلى حقيبة صغيرة وقال ها هي الزيء إن هذه الحقيبة تساوي صروة تناول أدهم الحقيبة وقال مبتسما هذا ما يقولون عنه ما خف حمله وغلا ثمنه وهنا اقترب أحد الرجال الثلاثة الذين يعملون على سطح اليخت من القبطان الضخم ونوله ورقة صغيرة قرأها بتمعه ثم ابتسم ابتسامة شرسة كشفت عن أسنان قذرة وقال للرجل وهو يتأمل وجه أدهم حسنا استعدوا لإطلاق الصاروخ الناري الأزرق الذي طلبته الدون شعر أدهم بخطر ما عندما تراجع القبطان الضخم ثلاث خطوات إلى الوراء وهو يقول مبتسما ابتسامة خبيصة ترى هل أعجبك أسلوبانا يا سونيور خليو؟ وفجأة شهر القبطان مسدسا ضخما في وجه أدهم وقال بلهجة ساخرة أم أن أسلوب مخابراتكم يختلف يا سونيور أدهم؟ بريق الخطر كانت سرعة الاستجابة التي أبداها أدهم مزهلة للغاية فقد قفز للأمام بمرونة تعجز عنها الفهود ورقل المسدسا الضخما الذي يمسك به القبطان ثم مال بجسده في الهواء قبل أن تستقر قدماه على الأرض والتقت المسدسا الطائر ومع أن لمست قدماه أرض اليخت حتى انثنت رجبتا وغاص بجسده إلى أسفل وأطلق رصاصة أصابت كتف القبطان الذي صرخ متألما ثم دار حول نفسه ولكم أحد رجال دن في أن فيه لكمة ألقت به من فوق سطح اليخت إلى البحر وفي الوقت نفسه تحركت قدماه كالطاحونة تستقر إحداهما في بطن الرجل الثاني والأخرى في فك الثالث وقفز جانبا ليتحاشى رصاصة أطلقها أحد رجال اليخت الثلاثة ثم أصاب قبضة الرجل برصاصة محكمة وألقى الرجلان الأخران مسدسيهما برعب ورفع كل منهما الضراع فوق رأسه فاستند أدهم بظهره إلى سور اليخت وصواب مسدسه إلى الجميع وابتسم ساخرا وهو يقول هذا هو أسلوب مخابراتنا أيها الوغد ترى هل أعجبك؟ تمتم القبطان بعدة هبارات غاضبة غير مفهومة وهو يمسك بكتفيه المصابة فأشار أدهم إلى أحد الرجلين اللذين بقيا دون إصابة في المعركة وقال تعال هنا أيها الوغد ستكون بإرسال رسالة خاصة عبر جهاز اللسلكي باليخت ثم قطب حاجبيه دون أن تفارك الابتسام الساخرة شفتيه وقال وبعدها سيكون لي شأن آخر مع دنة ماريا الرقيقة ابتسمت دنة ماريا ابتسامة انتصار عندما انطلق صاروخ ناري أزرق من فوق سطح اليخت لينفجر مضيئاً ظلمة السماء بضوء أزرق متناسر وهلل الحاضرون بالحفل إيزاناً ببدء الإلعاب الناري التي توالت بشكل جميل جذاب تعلقت به الأبصار عداد نماري التي هزت رأسها بأسف وقالت بصوت غير مسموع يا للخسارة ها قد انتهى أمرك يا سينيور أدهم صبري ليت كظلت خليه فربما أصبحت يوماً زعيماً لعصابة الزئبك كما كنت أتمنى رجلاً مثلاً ثم تنهدت بأسف وعادت اتسامتها إلى وجهها وهي تقول ترى ماذا ستفعل إليزابيس الرقيقة عندما تعلم بهذا الخبر المؤسف وفي قبول قصر التسعت عين مونة فزعاً ثم تفجرت فيهماً دموع وصاحت بألم مستحيل لا يمكن أن ينتهي أدهم بهذه الطريقة مستحيل أطلقت دنة ضحكة رقيقة مخيفة وقالت ليس هناك مستحيل أيتها المخادعة عندما تضع دنة مارية أنفها في الأمر ثم تحولت لهجتها إلى الشراسة وهي تقول مهما بلغ هذا الشيطان من الزكاء والشجاعة فلن يصل إلى نصف ما تملكه دنة مارية وسرعان ما عادت إليها لهجتها الرقيقة الزائفة وقالت معزرة يا فتاتي سأعود إليك بعد أن ينصرف ديوف الحفل وسيدور بيننا حوار طريف حوار مميت وأطلقت ضحكة رقيقة وهي تغادر المكان وشاركها الرجلان اللذان يقومون بحراسة مونة التي أغلقت عينيها وارتعد جسدها من البكاء حزن على أدهم لم تشعر بالخوف أو الرهبة من المصير الذي ينتظرها على يد دنة مارية القاسية فقد استولى حزنها على أدهم على كل مشاعرها وتمنت لو أنها لحقت به فلم يعد الموت أو العذاب يصيبها بأدنى قدر من الفزع وفجأة احتبست الدموع في عينيها ورقص قلبها فرحا وكادت صيحة سعادة تفلت من بين شفتيها عندما سمعت صوتا مألوفا يقول بهدوء سأصطحب هذه الجسوسة إلى دنة فهي تطلبها فتحت نونة عينيها بلهفة وبرغم الدوء الخافت في القبو وقد ميزت بسهولة قامت أدهم المديدة وكتفيه العريضتين ورأت رجلي دنة وهم يتبادلان النظر قبل أن يقول أحدهم بلهجة جافة ولكن دنة غادرت القبو لتويها ولم تطلب ذلك بنفسها هزه أدهم كتفيه بلا مبالاة وقال بهدوء يمكنك أن توجه إلي هذا السؤال إنما أنا أنفذ أوامرها حدق الرجل في وجه أدهم محاولا اختراق الظلام الذي يغلفه من ذلك الركن المظلم من قبل ثم سأله بشك من أنت أيها الرجل قال أدهم بهدوء وهو يخرج من ذلك الركن المظلم اسمي صبري أدهم صبري والبعض يرقبونني بالشيطان تدل فك الرجل ببلاها على حين أسرع زميله إلى مسدسي صائحا يا للشيطان إنه خلي الخائن كان الأمر يشبه العاصفة وسمعت منا صوت عصام تتهشم أعقبتها آها مكتومة وصوت ارتطام جسمين ثقلين بالأرض ثم رأت أدهم وهو ينفذ كفيه واقترب منها بهدوء وهو يبتسم تلك الابتسامة الساخرة ويقول لقد نسى هؤلاء الخنازير كيف يستخدمون قبضاتهم من كثرة ما أمسكوا بالأسلحة ثم انحنى يحل وثاقها وهو يقول ترى هرقت لك الإقامة في قصر دونة ماريا يا زميلاتي العزيزة صحت منا بفرح عندما تحررت يداها لا تتصور مدى سعادتي برؤيتك يا سيدة المقدم لقد أخبرتني دونة أنها قتلتك كيف توصلت إلى وجودي هنا ابتسم أدهم وقال مهلني عزيزتي سأجيبك على تساؤلاتك كلها يجب أن تعلمي أولا أن دونة ماريا مقتنعة حتى الآن أنها قد تخلصت مني فلقد أطلق أحد رجال المخابرات الإسبانية الصاروخ الأزرق الناري الذي طلبت هي من رجالي ليخت إطلاقه إذا ما نجحوا في التخلص مني ويجب أن تعلمي أيضا أن رجال المخابرات الإسبانية يحتلون اليخت في هذه اللحظة رفعت لنا حاجبيها دهشة وقالت ولكن هذا لا يوقع بدونة يا سيدي فلن يعترف واحد من رجالها بتورطها ولن يمكن إثبات ذلك مطلقا دون دليل ابتسم أدهم ابتسامة سخرة وقال هذا صحيح يا عزيزتي ولكنني أعد مفاجأة لدونة ماريا مفاجأة مزهلة الخدعة ضحكت دونة ماريا ضحكتها الرقيقة وقالت مدير الشرطة من حسن حظ مدينة أليكانت يا سيدي أنك ترأس شرطتها فليس من السهل وجود مدير كوفي مثلك اكتسم مدير الشرطة بفخر وقال ومن حسن الحظ أيضا أن نحظى ببارونة جميلة مثلك يا دونة ضحكت دونة بخبص وقالت نعم إن وجودنا سويا من حسن حظ أليكانت يا سيدي وهنا همس رجل في أذنها وسط زحام الحفل لقد وصلت الشحن يا دونة في تلك الحقيبة السوداء الصغيرة أمام المنصة التفتت دونة إلى مصدر الصوت ولكنها لم تجد أي من الوجوه المألوفة لرجالها فتملكتها الدهشة وضرت بعينيها في اتجاه الحضيقة ثم قتبت حاجبيها وألقت نظرة مختلصة على الحقيبة ثم قالت لنفسها لماذا أتى هؤلاء الأخبياء بالحقيبة إلى الحضيقة؟ إنها هنا أمام عيون الجميع ولكنها اتسمت بخبص وقالت لنفسها بل ربما كان هذا أفضل فوجود حقيبة وسط هذا العدد الضخم يجعل من المستحيل إثبات ملكيتها لأيا منهم وبركة اعتذرت من مدير الشرطة الذي قبل أناميلها باحترام وأخذت تبحث في الحفلة عن كيخطة وهي تحرص على ألة فارقها ابتسامتها الرقيقة طوال الوقت ولم تنس أن تلقي بعدة عبارات مجاملة رقيقة حتى وجدت كيخطة فقالت ببساطة وكأنها لم تقصد مقابلته كيف تجد الحفلة يا سينيورك خطة؟ هل هناك ما يمكنني عمله؟ إنحنك خطة يقبل أناميلها قائلا بمرح إنه حفل رائع يا أميراتي لا ينكسه إلا بريق عينيك قال عباراته هذه وغمز بعينيه بخبص فابتسمت دنة وهمست في أذنه فقد وصلت الشحنة وهي في حقيبة سوداء صغيرة أمام المنصة ببشرة ولكنني أظن أن في الأمر خدعتا ما شحب وجهك كيخطة وقال هامسا هل كشف الأمر يا دنة؟ حفظت دنة على ابتسامتها الرقيقة وقالت بهدوء لا استأدري يا كيخطة ولكن وجود الحقيبة هنا يسير الشك امتقع وجهك كيخطة وحاول الابتسام بصعوبة وهو يقول وماذا سنفعل يا دنة؟ هل نترك الحقيبة هناك؟ ابتسمت دنة بسخرية وقالت بالطبع لا يا كيخطة ليس من أجل بعض الشكوك ولكنني أقسم أن أعاقب المسؤول عقابا رادعا لو أن الأمر كله عبارة عن فكرة حمقاء لأحد رجالي ثم استعدت لانصراف وهي تقول بهدوء بعد عشر دقائق فقط ستنصرف عيون الجميع بعيدا عن الحقيبة لمدة دقيقة واحدة يا كيخطة وحالك أن تحملها وتغادر الحفل خلال هذه الدقيقة حاولت كخطة الاعتراض ولكن دنة لم تترك له الوقت الكافي بل ابتعدت بهدوء وهي توزع اتسامتها الرقيقة على ديوفها وسرعا منهمكت في حوار ضاحق مع الحاكم وكأن شيئا لا يشغل عقله انطلقت صرخة علي من حنجرة إحدى النساء في الحفل فالتفت عليها الجميع بزعر فوجدوها تشير إلى شرفة القصر السفلي وقد ارتسم على وجهها الخوف وأسرع بعد الرجال إلى الشرفة التي اشتعلت فيها النيران وتحلقت أنظار الباقين باللهب عدى دنة مارية التي اختلست النظر إلى حقيبة السوداء الصغيرة وابتسمت بخبس عندما حملها كخطة وتحرك بسرعة عصبية نحو باب القصر استغرق الأمر دقيقة واحدة كما قدرت دنة نجح الرجال بعدها في إطفاء النيران التي انبعثت من دلون صغير مملوء بالقار كما نجح كخطة في التحرك بسيارته مبتعدا عن القصر وتنهد بارتياح عندما غابت أضواء القصر خلف المنحنة الصخري القريب ثم أطلق ضحكة عالية وهو يحتضن حقيبة الماس وفي نفس اللحظة كانت دنة تقول لمدير الشرطة بدهشة مفتعلة ولكن كيف وصل دلون مملوء بالقار إلى شرفة قصري يا سيدي مدير الشرطة هزم مدير الشرطة كتفيه بدهشة وقال أوافقك أن هذا الأمر غير مفهوم يا دنة ويبدو أنها محاولة تخريب وسأكون بالتحقيق في ذلك فورا ابتسمت دنة ابتسامتها الرقيقة وقالت وهي تربط على كتف مدير الشرطة ليس الآن يا سيدي فلننسى الأمر مؤقتا ونتمتع سويا بالحفل بدلها مدير الشرطة لابتسام وقال كما تأمرين يا دنة لننسى هذا الأمر ولكن مؤقتا ضحكت دنة ضحكتها رقيقة واستدارت تتحدث مع الحاكم وكان كي خطة قد وصل إلى منزله في تلك اللحظة وأخذ يصعد في سلمه بمرح وهو يدق أصابعه على الحقيبة السوداء ويطلق من بين شفتيه لحنا إسبانيا شهيرا ثم توقف قليلا يدس مفتاحه في صقب باب منزله وأسرع يدخل إلى المنزل ويغلق الباب خلفه بإحكاة وعاد يصفر اللحن الشهير وهو يشعل الضوء ولكنه ما أن التفت إلى الداخل حتى اتسعت حدقتاه رعبا وسقطت الحقيبة من يده فقد واجهته ابتسامة أدهم الساخرة وهو يقف بين رجلين من رجال المخابرات الإسبانية ويقول بلهجته التهكمية جميل منك أن أحضرت دليل اتهامك بنفسك يا عزيزي كخطة نحن ننتظرك منذ حديثك مع دنة مارية كانت دنة مارية تضحك بسعادة عندما اقترم منها أحد رجالها وهمس بقلق هل لي في محادستك يا دنة الأمر خطير قطبت دنة حاجبيها وتحركت بهدوء نحو المنصة وسألت رجلها بقلق ماذا حدث؟ ما الذي يقلقك إلى هذه الدرجة؟ قال الرجل بتردد وهو تلفت حوله بعصبية لقد هربت الفتاة يا دنة حدقت دنة في وجه الرجل بزهول فتابع قائلا والعجيب أنها هزمت رجلين هزيمة نقراء حتى أن قطعته دنة قائلة بغيز هل أزأ؟ هل أصابك الجنون يا رجل؟ كيف تتغلب تلك الفتاة الهشة على رجلين كثورين؟ وبعد دقائق قطبت دنة حاجبيها وهي التأمل الرجلين وما أصابهما في القبل وسألت أحدهما وكان قد أفاق ماذا حدث؟ قال الرجل بصوت ضعيف إنه ذلك الشيطان خليه يا دنة لقد هاجمنا فور انصرافك من القبل عجزت دنة عن النطق لحظة ثم قالت بغضب لابد أنكم قد أصبتم بالجنون جميعا لقد قتل هذا الشيطان في اليخت و ثم توقفت فجأة وتمتمت بدهشة ولكن هذه الإشارة المتفق عليها رباه والتفتت إلى أقرب رجال إليها وصاحت احجز ليه مقعدا على الطائرة التي ستغادر مدريد بعد ساعتين من الآن إلى إيطاليا ولتستعد طائرة الخاصة لنقل إلى العاصمة بعد نصف ساعة للأكثر أسرع الرجل ينفذ أوامرها على حين قطبت هلية حاجبيها وقالت بصوت خافت يبدو أن هذا الشيطان أخطر بكثير مما تصورت لقد كان دون مايكل محقا في تحذيره ولكنه لن يقع بدون ماريا أبدا تأملك مونة وجهة أدهم بعد أن انتهى من تنقره وابتسمت بإعجاب وهي تقول سأدفع نصف عمري لو أن دون ماريا تعرفت تنقرك المتقن هذا قال أدهم بجدية وهو يضع مسدسه في جيب ستراته لست أستبعت ذلك يا مونة فهذه المرأة تمتلك زكاء يفوق زكاء العلماء تبعته مونة حتى استقل سيارته وقالت بضيق هل ستذهب وحدك هذه المرة أيضا؟ ربط أدهم على يدها بركة وقال أعدك ألا أذهب وحدي في المرة القادمة يا عزيزتي ثم انطلق بالسيارة قبل أن يسمع تعليقها وقال لنفسي هو يقترب من القصر ترى ما المنا سيفوز في هذه الجولة يا دونة؟ الأفعى أم الشيطان؟ كانت دونة ماريا تتحرك في الحفل بعصبي ولكنها لم تتخلى عن ابتسامتها الرقيقة وإن ظلت تنظر في ساعة يدها الماسية كل دقيقة تقريبا وفجأة تصمرت قدمها وجف حلقها لحظة واحدة عادت بعدها إلى طبيعتها الباسمة واقتربت من أحد رجالها وقالت بصوت خافض هل ترى هذا الشاب الوسيم هناك؟ ذلك الذي يرتدي حلة سوداء لا مع تليق لقت حتقة الرجل وهو يدور بعينيه بين الحاضرين حتى وقع بصره على الشاب فقال نعم يا دونة إذا كنت تقصدين ذلك الشاب الأشهى بالشعر؟ ابتسمت دونة بثقة وقالت إنه خليو رفع الرجل حاجبيه دهشة وقال ولكنه لا يشبهه أبدا يا دونة ضحكت دونة ضحكة عصبية قصيرة وقالت إنه متنكر أيها الغبي متنكر ببراعة ولكنه لن يخدع دونة أبدا تردد الرجل قليلا ثم قال في الواقع يا دونة لا استأجد شبها مطلقا سوى طول القامة وعرض المنكبين قطبت دونة حاجبيها وقالت وأذناها أيها الغبي من الصعب أن يبدل الإنسان في شكل أذنيه إنهم يشبهان بصمات الأصابع تماما حتى أن الشرطة الفرنسية ما زالت تستخدمهما لتعرف المجرمين حتى يومنا هذا ثم أرضفت وهتبتسم بخبص قائلة ألم أكل لك؟ إنه لن يخدع دونة مارية أبدا فلنحول هذا الحفل إلى حفل احتفال بمسرع هذا الشيطان كان أدهم يتحرك بهدوء وعيناه تتابعان دونة مارية حتى أصبح ملاصقا لها فارتطم بها متعمدا وابتسم ابتسامة جزابة وهو ينحني للتقاط حقيبتها من الأرض وقام عفوا يا دونة لعل هذا الاستضام غير المقصود يكون فرصة لبدء تعارفنا ابتسمت دونة بخبص وقالت ألم نتقابل سابقا يا سنيور؟ يخيل إلي قاطعها أدهم وهو يقول مبتسما لا أظن أيتها الجميلة فهذه أول مرة وتوقف أدهم عن الحديث بغتة عندما التسقت بظهري فوهة مسدس باردة وسمع صوتا أجاش يقول من خلفه بلهجة تهديد قاسية تحرك معي بهدوء أيها الشيطان وإلا مزقت كبدك برصاصتين تملكت الدهشة أدهم لحظة ثم قارب لهجته الساخرة ولماذا رصاصتين بالذات؟ لما لا تجعلهما ثلاث أو أربع رصاصات ضحكت دنة ضحكتها الرقيقة وقالت بقصوة من الخطأ محاولة خداع دنة مارية أيها الرجل حتى لو كنت الشيطان نفسه ثم نظرت إلى رجلها وقالت بهدوء من حسن الحظ أن مسدسك مزود بكاتم للصوت والآن أطلق النظر الجولة الأخيرة من سوق حظ المجرمين في كل بقاع العالم أنهم لا يقدرون ما يسمى عند علماء الطب النفسي باسم سرعة الاستجابة للمؤثرات الخارجية ولهذا يضيعون الوقت في عبارات مسرحية وهذا ما يساعد أدهم على إصابتهم بالدهشة فلو أننا كنا ضيوفا في حفل دنة مارية لتسعت عيوننا دهشة ونحن نشاهد بغطة شابا وسيما يصاب حالة من النشاط العدواني المفاجئ فقد قفز جانبا بخطوة واحدة ثم تحرك الضراع بسرعة مذهلة ليستقر رقوعه في بطن الرجل الذي يقف خلفه ودار حول نفسه موجها لكمة نزلت قص عيقه على فك الرجل حتى أن صوت تحطم أسنانه أدى إلى انطلاق صرخة من حناجر المضيفات ازددت دهشة الجميع عندما اندفع رجال دنة مارية بشراصة نحو أدهم في نفس اللحظة التي تحركت فيها دنة محاولة الإبتعاد وتفجر الزهول في عيون الضيوف عندما جذبها أدهم من شعرها الأسود الناعم الطويل وشدها نحوه وهو يقول بلهجة على الرغم ما فيها من سخرية إلا أنها أطلقت ركفة في قلوب الجميع إلى أين يا غجريات الفاتنة؟ ومن سينقذني من خنازيرك إذن؟ وفي تلك اللحظة لحظ الجميع لأول مرة أن أدهم يمسك في يده بمسدس مزود بكاتم للصوت وتصمى الرجال دنة عندما ألصق بهدوء فوهة المسدس بصدق دنة وهو يبتسم تلك الابتسامة الساخرة وهنا تكلم مدير الشرطة فقال بغضب إنما تفعله منافي للقانون يا سونيور ويعرضك العقوبة رادعة ضحك أدهم دحكة ساخرة وقال بلهجة هكومية لازعة وإن هو القانون تول هذه الفترة يا مدير الشرطة؟ هل حصل على إجازة؟ احتقن وجه مدير الشرطة ولكنه قبل أن يخطو خطوة واحدة حدثت المفاجأة الثانية في حفل دنة ماريه استحركته أيضا بسرعة مذهلة فأطاحت بالمسدس الذي يلصقه أدهم بصدغها وخذفت بجسدها إلى الوراء كانت المفاجأة من نصيب أدهم هذه المرة فلم يتوقع لحظة واحدة أن تكون دنة بمثل هذه السرعة والجرأة فسقط على ظهره وسقط الدنة فوقه وفي لحظة واحدة كانت مسدسات رجاليها مصوبة إلى رأسه وسمعها تقول بتحدي وقصوة أما زلت مصرا على أنك تستطيع هزيم الدنة ماريه أيها الشيطان شعر أدهم بالحنق والغيز لم يكن يتحمل أفدا أن تهزمه إمرأة ولهذا كفزه واقفا بحركة رشيقة غير مبالي بالمسدسات المصوبة إليه ولكنه توقف فجأة عندما سمع صوتا يقول بهدوء كفى يا سنيور أدهم ليس من حقك أن تفعل ذلك ابتسم أدهم بهدوء عندما سمع هذه العبارة التي قالها رجل وسيم ممتلئ بعض الشيء ظهر فجأة بين الضيوف وخلفه عدد كبير من رجال الشرطة الإسباني فخفت رجال دن أسلحتهم وقالت هي بهدوء وهي تلتقط حقيبتها الصغيرة التي سقطت من يد أدهم في أثناء الصراع كنت سأتقدم بشكو أيها المفاتش فقد اقتحم هذا الرجل حفلي وحاول اختطافي وقى تجه المفاتش هذه العبارة وقال مشيرا للحقيبة الصغيرة هل هذه حقيبتك الشخصية يا دنة افتسمت دنة برقة وقالت وهي تلقي خصلات شعرها المتنافرة خلف ظهرها بالطبع أيها المفاتش ولقد رأها الجميع معي منذ بداية الحفل أسرع بعد الحاضرين يؤكدون انتماء الحقيبة الصغيرة المزينة بالماس إلى دنة ماري التي شكرتهم بعبارات رقيقة ولكن المفاتش عاد يسألها بهدوء هل تسمحين لي بتفتيشها يا دنة ضحكت دنة ضحكة عصبية قصيرة وقالت ولكن لماذا يا سيد المفاتش قد المفاتش يده إلى دنة وقال بنفس البرود لقد أبلغنا شخص ما أنك متورطة في عمليات تهريب الماس إلى داخل البلاد وأنك تسلمت اليوم شحنة من الماس الخام صحة مدير الشرطة مستنكرا لقد تخطيت حدودك أيها المفاتش كيف تجرؤ على اتهام دنة ماري أما دنة نفسها فقد حضقت في وجه المفاتش وهلة ثم نقلت بصراها لأدهم الذي ابتسم ابتسامة سخيرة وقالت دنة بحنق يا لي من غبية كيف لم أتنبه للخدعة بأكملها عندما نادك المفاتش باسم أدهم ثم قزفت بحقيبتها نحو المفاتش وهي تقول ها هي زي يمكنك تفتيشها وقت ما تشاء سقط الحقيبة على الأرض فانفتحت وتناصرت منها قطعة من الماس الخام تألقت ببريق أخياز عندما انعكست عليها أضواء الحفل فشهقت النساء حصره إعجابا على حين قفزت دنة بحركة بارعة مفاجئة وأحاطت عنق الحاكم بزراعيها وصوبت مسدسها الصغير إلى رأسه قبل أن يتحرك أحد من الحاضرية ثم ضحكت ضحكتها الرقيقة وقالت ليس من السهل القبض على دنة مارية أيها المفاتش حتى مع وجود دليل قوي سأغادر الحفل أمام عينكم إلى إيطاليا حيث سأكون تحت رعاية دون مايكل شخصية آه نسيت أن أقول أن أي محاولة سيكون الحاكم ضحيتها قطب أدم حاجبيه وقال لن يمكنك الهرب يا دنة ضحكت دنة وقالت وهي تتراجع ببطء إلى ساحة خالية معدة لهبوط الطائرات المروحية هل تراهن على ذلك أيها الشيطان؟ وفي تلك اللحظة وصل إلى الجميع صوت طائرة مروحية تقترب فقالت دنة وهي تضغط بشدة على عنك الحاكم الذي تأوه بألم ما هي إلا لحظات وأغادر إسبانيا تماما أيها الشيطان لن تفخر أبدا بأنك هزمت دنة مارية هبطت الهليكوبتر في المربع المخصص لهبوطها فاقتربت منها دنة بهدود دون أن تتخلى عن اتسامتها الرقيقة وفجأة دفعت الحاكم بعيدا وقفزت داخل الطائرة التي ارتفعت بسرعة وفجأة الحاضرين جميعا بأدهم يندفع كالقضيفة نحو الطائرة المروحية متجاوزا قوانين السرعة وعلم وزائف الأعضاء ويقسم البعض أنه قد حطم تماما قانون الجاذبية الأرضية عندما كفز ما يقارب الأمطار الثلاثة ليتعلق بالطائرة التي اختلت توازنها بسبب هذا السكر المفاجئ ولكنها استعادت توازنها بسرعة وانطلقت مبتعدة عن مكان الحفلة الذي لن ينساه الحاضرون ما بقى لهم من العمر صحة دون ماريا في قائد الطائرة بغضب انطلق بأقصى سرعة أيها الغبي فهذا الشيطان قد تعلق بالطائرة وسيطيح به طيار الهواء إذا ما انطلقنا بسرعة كبيرة صحة الطيار وهو يضغط محاول السرعة في الطائرة يبدو أنه يمتلك عضلات من الفلاز يا دونة فهو يتشبس بالطائرة وكأنه قد التحم بها وفجأة اخترقت رصاستان بطن الطائرة بدوين شديد فصاح الطيار برعب يا للشيطان إنه يطلق النار من أسفل سيصيبنا حتما لو استمر على ذلك افتسمت دونة بشراسة وقالت وهي تصوب مسدسها إلى أرضية الطائرة لقد أوحى إلي هذا الغبي بالفكرة سنجيبه بالمثل وقبل أن تنطلق رصاصة واحدة من مسدس دونة وصل إلى سماها صوت طال كيناري وارتطام معادن بعضها ببعض ثم انحرفت الطائرة بشكل حاد أوقع المسدس من يدها فصاحت بغضب ماذا تفعل أيها الغبي؟ صحة الطيار بالزعر وهو يحاول السيطرة على الطائرة بلا فائدة لقد أصاب هذا الشيطان مروحة الطائرة الخلفية وتحطمت الدفة ثم أرضف بلاجة يائسة مستسلمة؟ لا فائدة يا دونة لن يمكن للتحاكم في اتجاه الطائرة أبدا سنظل ندور حول أنفسنا حتى ينفد الوقود حدقت دونة في وجه الطيار اللحظة ثم صحت بشراسة؟ هل تعني أن هذا الشيطان المصري قد هزمني؟ لا إنني أفضل الموت ثم تنولت مسدسها وصوبته إلى الطيار الذي صاحب رعب؟ لا 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 يا دونة أصارت طلق الناري المبعث من داخل الطائرة دهشة أدهم وشعر بالطائرة تترنح ثم تنقضي كالنسر على سطح البحر فقفز منها ليغوز في الماء قبل أن ترتضم الطائرة بالبحر بقوة وشعر الدونة بالصدمة ترج جسدها وشهات الماء يرتفع أمام زجاي النافذة الأمامية للطائرة وارتفع طلين شديد داخل رأسها ثم غابت عن الوعي واكتنف عقلها ضباب كثيف لم تدري دونة كم من الوقت مر ولكنها عندما فتحت عينيها وجدت أدهم منحنيا فوقها وشعره يقتر الماء على وكهها وشعرت بجسدها يرتعد بردا وسمعت أدهم يقول بلهجته الساخرة كان الندم سيقتلني لو أصابك سوء يا غجرية الفاتن أزحت دونة خصلة شعر مبتلة من أمام عينيها وقالت لقد صدقوا عندما أطلقوا عليك لقب شيطان يا سنيور أدهم هز أدهم كتفيه وقالوا هو يناولها يده ليساعدها على النهود صدقيني أيوتها الأفعى لست أحب هذا اللقب الذي يشير إلى الشر دحكت دونة ضحكتها الرقيقة وقالت وهي تنهض معتمدة على زراعه جميل لقب الأفعى هذا أيها الشيطان ألا ترى معي أن أنا ثنائي خطير؟ ضحك أدهم ضحك ساخرة وقال بالطبع يتها الغجرية الجميل وياله من ثنائي الأفعى والشيطان ابتسمت دونة وسألته بهدوء هل لك أن تخبرني لماذا أنقصت حياتي يا سنيور أدهم؟ ضحك أدهم وقال بلهجة قاسية لأن مثلك لا ينبغي أن يموت هكذا كالفأر الغريق في طائرة مغلقة يا دونة مارية وسيسعدني أن أقدمك للعدالة حتى تنال جزائك عما اقترفتي ولا أسعد برؤية وجهك عندما تعلمين أنهما من امرأة في العالم يمكنها أن تهزم أدهم صبري حتى لو كانت أفعى نعمة مثلك احتقن وجه دونة مارية وانساب الدمع لأول مرة في حياتيها من عينيها وهي تسير باستسلام أمام أدهم صبري الختام ابتسام مدير المخابرات المصرية ابتسام عريضة وهو يطالع التقرير الذي وصل إليه من المخابرات الإسبانية ثم رفع رأسهم وجهة أدهم ومونة وقال لقد بهرة المخابرات الإسبانية ببراعتك أيها المقدم ولقد منحك جلالة ملك إسبانيا وسام الشجعة من الدرجة الأولى كما منح الملازم مونة توفيق الوسام نفسه ولقد اتصل بالسينيور جويس لتوه وأخذ يوشيد بشجعة كومة ابتسم أدهم ابتسامة هادئة وأتركت مونة خجلا وسعادة على حين استطرد مدير المخابرات وهو يضحك قائلا ولعل أبرع مواقفك أيها المقدم عندما دسست الماس الخام في حقيبة دن ماري دون أن تلاحظ هي أو رجالها ذلك لا رابع أن أبرع النشالين ميحسدك على هذه المهارة والواقع أنني في بعض الأحيان أحمد الله على أنك تعمل في جانب الحق وإلا لصرت عدوة مرعبة استمرت الابتسام الهادئة على وجه أدهم وهو يقول كل من يمتلك عقلا ناضجا لابد أن يختار جانب الحق يا سيد اعتدل مدير المخابرات في مقعده وسأل أدهم باهتمام ما رأيك في شخصية دن ماري أيها المقدم استحوز السؤال على انتباه مونة فتطلعت إلى وجه أدهم بلهفة وأرهفت سمعها لتستوعب كل كلمة ينطق بها على حين انتصبت قامته وقال بجدية واهتمام كان ينبغي توجيء هذا السؤال لطبيب نفسي يا سيدي لأن دن ماري هي مزيج من عدة أمراض نفسي فهي نرجسية تعشق ذاتها وتؤمن بقوتها وزكائها لدرجة القرور كما أنها تعاني البرانوية أو عقدة الاضطهاد مع قليل من جنون العظمة ومن العجيب أنها تمتلك جمال نجمة سينمائية وقصوة سفح مجنون وضحك مدير المخابرات وقال كفى أيها المقدم؟ وإلا غضب أطباء النفس من هذا التحليل الدقيق وبعد لحظات عندما اتخذ أدهم بصحبة مونة طريقهما لخارج مبنى المخابرات الحربية ترددت مونة قليلا ثم سألته ترى هل ما أخبرت به مدير مخابراته ورأيك الحقيقي في دون ماريا يا سيدي؟ ضحك أدهم وقال سبق أن طلبت منك عدم مناداتي بكلمة سيدي إلا في أثناء العمل يا مونة ثم إن دون ماريا شخصية معقدة وهي أسوأ مما ذكرته للمدير بكثير إنها باختصار امرأة مستحيلة تحقت مونة وقالت بخبس وهي تطلع إلى وجه أدهم ربما كانت دون ماريا امرأة مستحيلة ولكنها الآن وراء خطبان سجنها في إسبانيا تتطلع في كل يوم إلى غروب الشمس وهي تلعن ذلك اليوم الذي جرؤت فيه على تحدي ضابط مخابرات نصر يعرف باسم رجل المستحيل تمت بحمد الله شكرا أصدقائي على متابعة الحلقة للنهاية وإن شاء الله تكون عجبتكم ونلتقي مع حضراتكم في حلقات تانية إن شاء الله ياريت لما كنتش لسه اشتركت في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته